الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا عملا صالحا وعافية ورزقا وفي الآخرة أي واكتب لنا في الآخرة واكتب لنا في الآخرة الجنة إنا هدنا إليك أي تبنا إليك وبه سميت اليهود يهودا والهود في العصل الرجوع وكان من قبل اسم مده ثم صار بعد ذلك ذم قال عذابي أصيب به من أشاء وقوله منا هدنا إليك هذا تعليل قال عذابي أصيب به من أشاء المراد هنا بالعذاب الرجفة أو كل عذاب أصيب به من أشاء من أشاء تعذيبه وفي ثراءة شاذة أصيب به من أساء من أساء ورحمتي وسعت كل شيء هذا عام مخصوص بما بعده فسأكتبها للذين يتقون أي سخطي ويؤتون الزكاة أي المفروضة والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يصدقون الذين يتبعون الرسول النبي الأمني هم جميع الأمة وقيل بني إسرائيل الذين يتبعون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي لأنه لا يقرأ ولا يكتب الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي الذي يجده أهل الكتاب مكتوبا عندهم يجدون ذكره أو وصفه عندهم في التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى يأمرهم بالمعروف أي بالخير وينهاهم على المنكر أي القبيح ويحل لهم الطيبات أي اللذائذ الطيبة ويحرم عليهم الخبائث كالخنزير والحشرات ويضع عنهم إصرهم أي ثقلهم والأغلال أي الشدائد التي كانت عليهم كقتل النفس وقطع موضع النجاسة كان الواحد منهم إذا أصاب جلده نجاسة وجب عليه أن يقطع الجلد أو المكان الذي أصابته النجاسة لكن الله خفف على أمة محمد الذين آمنوا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وعزروه ويعظموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن أولئك هم المفلحون أي الفائزون قل يا أيها الناس أي قل يا نبينا يا أيها الناس قل للناس كل الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض أي ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا لا إله إلا هو إلا معبود بحق سواه يحي ويميت لا يفضر على اللحياء والإماتة سواه سبحانه وتعالى فآمنوا بالله ورسوله أي آمنوا إيمانا كاملا بالله ورسوله النبي الأمي والنبي والأمي وصفان للرسول صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن بالله وكلماته أي يصدق بالله وكلماته أي بما أنزل عليه واتبعوه في كل شيء لعنكم تهتدون أي لتهتدوا ومن قوم موسى أمة أي جماعة يهدون بالحق أي يدعون الناس بالحق وبه أي بالحق يعدلون أي يحكمون وبهذا يكون انتهى الكلام عن هذه الصفحة ها هنا سؤال واحد عن معنى الإصر هل من إضافة على ما ذكرنا الإصر العهد الذي عليهم في التوراة وكي لا التشديد الذي كان عليهم من تحريم السبت والسحم وغير ذلك وهذا هو الأظهر وربنا أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر